موسيقى ثراء وتنوع في الموارد الطبيعية تتميز به معتمدية الكريب من ولاية سليانة والتي تنقسم إلى سبع مدات وهي التخانية والكريب الجنوبية والشمالية وبرج المسعود الجنوبية والشمالية وحمام بيض الجنوبية والشمالية ويطالب أهلها من المجلس المحلي المرتقب بضرورة تثمين هذه الموارد لتحقيق التنمية تتميز معتمدية الكريب بثراء مواردها وتنوع إمكانيات التنمية فيها حيث تزخر بالمنتوجات الفلاحية وبالمواقع الأثرية والمناطق الغابية مثلا الثروة الغابية نحن دائرة بين الجبال والجبال في يارش لماذا لا نستغلوه في السياحة البديلة السياحة الايكولوجية الثروة المائية ثم زوز عامل معدني هذه الثروات قاعدة ضائعة تؤكد أبناء الجهة على ضرورة إلاء المنطقة ما تستحقه من عناية في مجال السياحة البيئية والتثمين المنتوجات الفلاحية والحرفية ودعم البنية الأساسية لتحقيق التنمية تحفيز ونلقوا معناها كيف نستثمروه كيف نأخذ معلها الثروات البيئية الموجودة في الكريب معناها حاجة بالحق نحن الكريب رأي منطقة معناها خصبة ومنطقة غانية معناها برشة ثروات البيرقراتي الإدارية عطلت عديد والعديد من المشاريع التنموية تمسح معتمدية الكريب أكثر من 43 ألف هكتار وتنقسم إلى سبع عمادات معتمدية حمام سوسة التي تقدم فيها 13 مترشحة لانتخابات المجالس المحلية وبعماداتها الخمس وهي الغرابي والقنطاوي والمدينة وبيرموسة وسهلولة يتطلع أهليها من الفائزين منهم إلى تحسين البنية التحتية وتوفير الاستقرار الأمنية إلى جانب إيجاد حلون لعدة مشاكل منها الاكتظاظ المروري والبيئة على غيرال الإنجرافة البحرية رصدني بعض الانتظارات في الروبورتاج التالي لشرف الدين بن سالم مدينة حمام سوسة تمتد بين مدينتها العتيق الأقصر إلى شواطئ المتوسط ونزلها السياحية أهلها يفتخرون بمدينتهم وتطلعون في جانب انتظاراتهم إلى تحسين البنية التحتية تحسين البنية التحتية حمام سوسة لأن حمام سوسة مدينة سياحية كبيرة ينتظر تحسين المدارس تحسين الجامعات تحسين الطرقات من جراف البحر اللي هو وله معناه كارثة كبيرة في حمام سوسة البناء الفوضوي العشوائي المنطقة الصناعية حمام سوسة تشكوية أخرى من الاكتظاب وتعهد قنوات تصريف مياه الأمطار نقصين النقصين المهمة المئة ساعات يقول سعرانا نقود نقود العتش ونحب حاجة لترجع بالفيدة على المواطن النقاص الموجودة في حمام سوسة هي المحطة متعلوجات معناها مهيش بلستها تماما من انتظارات أهل مدينة حمام سوسة ضرورة التواصل في برامج العمل التنموي للمجالس المحلية المرتقبة معتمدية الزهور من ولاية القصين بعماداتها الست وهي الزهور الشرق واحد واثنان وزهور الغربي واحد واثنان وثلاثة وأربعة يأمل أهلها في تحسين البنية التحتية لدفع عجلة التنمية من خلال المجلس المحلي المرتقب ناديرتيبي والتفاصيل أحياء الخط الحديدي بمعتمدية الزهور وتهيئة بنيتها التحتية ودفع الحركة الاقتصادية بهذه المعتمدية من أبرز أولويات التساكن معتمدية الزهور السك الحديدي هي اشترى التنمية اشترى التنمية على الجمهورية تومسية ليس غاسية مبارك ولكن قاعدة يتخدم المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي ينتظر متساكن معتمدية الزهور أن تعمل المجلس المحلي على دفع نحو تهيئة الطرقات والمسالك الريفية وأحداث فضاءات شبابية وثقافية تنقذ الأطفال والشباب من السلوكيات المحفوفتية بالمخاطر طريق محفري كل هذه أبسط حيش ليوناص عندنا ويد الأطفال ليس مخدوم أنا أشياء أولاد بيشربوا لم يرقب فقافي وسيء الترفيه إيجاد حلول تنموية لمتساكن سفوحي الجبل وتشجعهم على البقاء بأراضيهما يجب أن تكون من ضمن أهداف المجلس المحلية التي ستنتخب قريبا بحسب المتدقلين معتمدية وأسبيخة من ولاية القيروين بعماداتها الخمسة عشرة وهي الدخيلة والذريعات وأسبيخة والمركز والشرفة وشقافية والعلم والعويثة والفريوات والاكطيفة والكفي وسرديانة وسيدي مسعود وسيسب وعين بومرة ووادي الخريوة يتطلع أهاليها إلى تحسين الأوضاع وتوفير فرصي شغل وتهيئة البنية التحتية والصحية وذلك من المجلس المحلي المرتقب منير الرابع ومتابع لبعض هذه الانتظارات يبلغ عدد متساكن معتمدية اسبيخة ستة وسبعين ألفا ومائة وثلاثة عشرة نسمة ويتكون مجلسها المحل الذي ستصفر عن انتخابات الرابع والعشرين من شهر الجاري من ستة عشر مقعدا يطمح أهاليها إلى تنمية شاملة إنتظارات أهالي اسبيخة وأمالهم من المجلس المحلي كبيرة نحن لا نبدو الركز والاكتري اللي ينسي نتعرف وكف فهمتني للمعرش للمكان الموجود فيه لا يتوى بناء الجهة وكذا لا يتعرف حتى تختار الاستثمار في الأراضي على ملك الدولة واستغلالها في المجال الفلاحي للحد من البطالة وتثمين المنتجات الفلاحية على غرار المشمش والفلفل وزيت الزيتون مشاريع يأمل أهالي اسبيخة أن يدفع المجلس المحلي نحو إنجازها لتحقيق التنمية وفي معتمدية البقالطة من ولاية المونستير دعا متساكن والمنطقة المجلس المحلي المرتقب إلى بعث عدد من المشاريع التنموية خاصة في قطاعات النقلية والصحة والسياحة دعما لاقتصاد هذه المنطقة التي تضم خمس عمادات وهي البغدادية البقالطة الجنوبية والشرقية والشمالية والشمالية اثنان التفاصيل في روبرتاج زهير البنزرتي في معتمدية البقالطة من ولاية المونستير دعا المتساكنون المجلس المحلي المرتقب إلى ضرورة إيجاد حلول الإشكاليات التي تعيق التنمية في المنطقة خاصة منها تلك التي تتعلق بالبنية التحتية والتنقل نحب النقل للمهدية ما عدناش علش نمشي لواج تاكسي الكار أول حاجة ما جيش في وقتها كما يأمل متساكنون معتمدية البقالطة أن يعمل المجلس المحلي الذي سيتم انتخابه على بعض مشاريع سياحية وتطوير خدمات المرافق الحيوية وتقريبها من المواطن يجب أن الإرجانس تتحل في البقالطة في أقرب وقت من كل عن تقريب الإدارة الكنام السينار السيناسيز مع الناشي مركز في تكوين مهني طوالي يطلع من المكتب وإلا الي يهرب يلقى روحوا البر يحول يجيبون مشاريع سياحية يجيبون يهيئون للشريط الساحلي إن شاء يوفرون الماء الخطر نحن معظم العائلات ولتطوير القطاع الفلاحي بمعتمدية البقالطة طالب المتساكنون أيضا من المجلس المحلي المرتقب أن يعمل على تهيئة المسالك الفلاحية وتأهيل شباب المنطقة ودعمه لبعث مشاريع فلاحية تنهذ بالمنطقة معتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية بعماداتها الثمان وهي أولاد الشامخ الجنوبية والشمالية وأولاد عمر والسمرى والشحمات الشمالية والعجلات والمحارزة الشمالية وبوسليم يأملون في تقريب الخدمات وتثمين المنتوج الفلاحي من خلال تركيز المجلس المحلي المرتقب أولاد الشامخ عبر مواطنوها عن انتظاراتهم في توفير المرافق الإدارية وتقريب الخدمات من المواطن أكثر حاجة نحب الرجز عليها هي تقريب الخدمات للمواطن ناقصة إقباضة ناقصة ذمان إجتماعي استيق الصناد معناها واحد مش خلص فاتورة يتنقل الجم يتنقل المهدية تثمين المنتوج الفلاحي تعتبر من أهم تطلعات المواطنين من انتخابات المجلس المحلية أولاد الشامخ منطقة فلاحية بامتياز خاصة في قطاع الزياتي نحن الحق برشا ما شغل في القطاع هذا أم برسيب الدولة تدخل في الحكاية هذه مرشي سنترال هنا في أولاد الشامخ يدور الدور الاقتصادية ويحركها كذلك زادة مشكلة العجيلات المحارزة زادة في مطقة سقوية هنا أولاد بوزاد يبدأت تتحرك شوي تعطل المشاريع المبرمجة سابقا وانعدام فرص الشغل من أهم شواغ للمواطنين في معتمدية أولاد الشامخ يأمل أهالي معتمدية سليانا الجنوبية من ولاية سليانا والتي تتبعها تسع مدات وهي أولاد أزناك والسفينة والقابل وسجة وسليانا الجنوبية وسيدي حمادة وسيدي مرشد وسيدي منصور ومرجم قدم يأمل أهاليها من المجلس المحلي القادم أن تحتحسن التنمية بالجهة ويعمل على توفير الخدمات الصحية اللازمة لمتساكني الجهة حسن الكريمي والتفاصيل تمتد معتمدية سليانا الجنوبية على أكثر من 47 ألف هكتار وهو ما يمثل 10% من المساحة الجملية لولاية سليانا ويرنم وطنو الجهة إلى دفع التنمية بالمنطقة التي تتميز بتنوع الثروات الفلاحية والغابية ومصادر المياه والمواد الإنشائية يجب أن تتغير النصوص القانونية والتشريع ماذا لن يزمك أنت بالنسبة للتجارة تحمل كرة الشروط على المستوى الصحي تعرفوا ناس الكل ثلاثة سنوات سليانا بلش سكانير وأهلي سليانا اللي تقريبا أكثر من 270 ألف متساكن ما عندهمش آلة سكانير للعام الثالث وبرشة خدمات صحية متردية الغاز الطبيعي اللي زادة مقترح عنده برشة زادة بشي يربط بالولاية عنده من 2019 لتونا نحن في 2023 زادة في العمادية موجودة زادة منطقة الرابطة بين عنديسة ووسفينة الطريقة ذي مش مهيئة حتى الناس يعني وصلت تتشكى يومين من الطريقة ذي على حقولها كيف كيف تهيئة زادة مسرح للجهة بما يخص الثقافة وبعث مشاريع تنموية تتهم زادة توسيعة المنطقة الصناعية سليانا كما يأمل المواطنون في إيجاد حلول جذرية لمشاكل مياه الشرب والأراضي الفلاحية الدولية وفي تحسين البنية الأساسية وخاصة على مستوى المسالك الريفية نقأ سعدة وانتظارات كثيرة يعلقها أهل معتمدية الزاوية الأقصيبة الثريات بعماداتها الخمس الثريات وزاوية سوسة واحد واثنان وقصيبة سوسة واحد واثنان على المجلس المحلي المرتقب منها خاصة المتعلقة بالأمور الإدارية والنقل والبنية التحتية مريم عبد الرحمن ومتابعة للموضوع بمعتمدية الزاوية الأقصيبة الثريات يعاول المواطنون على مدواعي المجالس المحلية بمشاغلهم في مناطقهم خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وتوفير المرافقة الترفيهية والرياضية والنقل الخدمات موجودة ناقصة برشح بالنسبة لكما تشوفوا البريد حتى الواحد مش يمشي يقضي شورو ولا حاجة يكون برشح ويج ناقصة مش تخلص فاتورة معناتها ترسيلك تمشي معناتها تمشي لبعيد باش تخلصها الفاتورة متع الظو وإلا متع الماء حسين في البنية التحتية البنية التحتية تهريت برشح استاد مع الناش در ثقافة مسكرة وتجدر الإشارة إلى أن معتمدية الزاوية الأقصيبة والثريات تضم خمسة دوائر انتخابية بها أحد عشر مترشحا لانتخابات أعضاء المجالس المحلية غياب الفضاءات التربوية والشبابية وتثمين الثروات المنجمية بمعتمدية جدليان من ولاية القصرين بعماداتها الخمسة وهي جدليان وعينه مجدور وعين لحمدنا وفاش تربح ومحر زمن بين مطالب أهالي الجهة في انتظار المجلس المحلية القادم لتفعيلها ناديار تيبي وتفاصيل في معتمدية جدليان من ولاية القصرين تكبر أمال المتساكنين في توفق أعضاء المجلس المحلية القادم إلى حسن استغلال الثروات التبيعية والمنجمية ومنها فصفات شكذما للخروج من المنطقة وعلى حد تعبيرهم من دائرة ما صنفوه ضعفة تنمية نطالبوا بالاستغلال الفعلي وفي أقرب وقت هو استغلال منجم الفصفات كذلك معناها الرخام إن شاء الله معناها تتم تثمينه نحبوا ناس هذه تراهن على مستقبل جدليان بالحق معناها على مستقبل أكل أطفال على مستقبل الشباب جدليان هي عندها ثروة فلاحية كبيرة يزر سواء في التفاح في الزراعة الكبرى في الفصفات كيف كيف ثم في الرخام يعني ثم برشا مشاريع كبيرة ينجموا يراهنوا عليها المجلس المحلية ويخدموا البلاد بالحق بنية تحتية تحتاج حسب تقديرات متساكني معتمدية جدليان تطويرا في إطار جهد يشمل العناية بالفلاحة وكذلك توفير فرص النجاح باب الجيل الثالث نقص برشا مطرية لتو مكملش المطرية الملعب البلدي لتو عندنا مشاكل من 2010 عمل ضمن مجالات تنموية مختلفة في جدليان سيكون في صدارة أولويات أعضاء المجلس المحلي المنتخب وهذا تبقى من انتظارات المتساكنين مراجعة المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية هي أبرز مطالب سكان معتمدية تشرد من ولاية القيروان بعماداتها أولاد فرجالة الجنوبية والشريطية الجنوبية والشراردة والكسور وبالحلو أسمى البراق والتفاصيل أبلغ عدد سكان معتمدية شراردة 29 ألفا ومائة وأحدى وأربعين نسمة ويضم مجلسها المحلي المرتقب ستة أعضاء ويأمل الأهالي أن تكون ضمن أولويات مهام المجلس مراجعة المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية منطقة صناعية توا بدي ميلسيز معناها كم واطنين نجرع لها ومجتمع مدني ما اليوم ما رينيش يعني توا يمكي حركوية وفما معنا برامج في المزلس الجهوي على مستوى لا يدرس في الموضوع وإن شاء الله إن شاء الله معناها ربي يوفقنا ومنطقتنا يعني سير منها المنطقة الصناعية هذه إشرار ذا منطقة فلاحية بامتياز تتنوع منتوجاتها من زيتين وبطاطا في ظل غيابي سوق مركزية طال انتظارها لتثمين هذه المنتوجات قصنا سوق البلد يجب أن يقعد طاية ويصبح مخصص مثلا للاستعمال في أقرب وقتها تشوف النصابة كيفية لا ما أعمل دخيل لا ما أعمل هريسة تزدهر دكتور بها ياسر خدمة ياسر منعرش تتطور تتطور أكثر يحد الشرار ذا كل من ولاية المهدية شرقا وولاية اسفاق جنوبا ومن الجنوب الغربي ولاية سيدي بوزيد موقع جغرافي يؤهلها لتكون نقطة تجارية تثمن المنتوجات الفلاحية للجهة وتشجع على الاستثمار وخلق موارد جديدة للتنمية غياب الفضاءات الشبابية وتهيئة البنية التحتية من أبرز مطالب أهالي معتمدية سحلين من ولاية المونستير بعمداتها الخمسة سحلين الشرقية والغربية وسيد عامر ومسجد عيسى ومعتمر في انتظار المجلس المحلي القادم لتفعيلها زهيلة بن زرتي ومزيد من التفاصيل أعرب عدد من مواطني معتمدية السحلين عن انتظارات طموحة من المجلس المحلي رغبة في النهوض بجهاتهم الصبخة من سحلين مثلا ماذا لن هذه تتحسن يردمها يعملون فيها مشاريع يعملونها حتى برارك برارك للمواطني من سحلين للشباب من سحلين خالي يقول لك البابة طالع ها هو يخدف الطالب على قل معناته ترجعون لنا الإنارة تخدم في الطريق الرابط ما بين السحلين والمستية إن شاء الله يستغل برشا عقارات عنا في السحلين ما همش معناها مستغلينهم كما مثلا البريد اللي كانوا يعملون البريد السحلية عنا في الكزاح المصب بالحق للعباد وقاعدين نطاربوا فيه من تاو برشا في الحكاية دي ولتاو ما تحلتش وجدير بالذكر أن معتمدية السحلين من ولاية المنسير تضم خمسة عمادات وهي السحلين الشرقية والسحلين الغربية ومعتمر وسيد عامر ومسجد عيسى العمل على برجعة منوال التنمية بالإضافة إلى تهيئة البنية التحتية وتقريب الخدمات من أبرز انتظارات سكان معتمدية البرادعة من ولاية المهدية وعماداتها الخامسة البرادعة الجنوبية والشمالية والشمالية الثنان والاحسينات تأور شارشة من المجلس المحلي القادم معتمدية البرادعة من ولاية المهدية إحدى المعتمديات المحدثة من ثلاث سنوات حيث يعتمد اقتصادها أساساً على الفلاحة ومن بين انتظارات أهليها العمل على مراجعة منوال التنمية من أحلى الشوطوط العالية موجودة بين صلقتها والأغضابنا المهم لما غير طرقات كايسات وما غير راكلاح كايات ومنطقة سياحية بها سره ومهم لا الاهتمام ببنية التحتية للطرقات ودوفير مرافق إدارية من بين مطالب المواطنين الأولويات عندك المرافق الصحية عندك المركز الوسيط الاستعجالي عندك بعض الفروع الإدارية متاع بونوك متاع سينة سيس متاع كل ما هو فيه خدمة تقريب خدمات المواطن منطقة البرادة هي تعتمد أساساً على نجلة الفلاحية وعلى المقيمين بالخارج وعلى إرادات متاع المقيمين بالخارج ونستنعوا معناها من مجالس المحلية الجديدة أنها معناها تكون فيها التطلعات معناها المواطنين تشغيل الشباب المستشفى ليس موجودة وماذا بينا يعملون حتى بانك أمال عديدة يعلقها أهل البرادة على المترشحين للمجالس المحلية حتى يكونوا صوتاً لمشاغلهم وانتظاراتهم حي الرياضة بسوسة حي من أكبر أحياء الساحل التونسي وأكثرها سكاناً وتسمى المعتمدية سوسة الرياض يأملوا متساكن عماداتها الخمسة في كل من الزهور وحمام معروف واحد واثنان وأحي الرياض واحد واثنان أن يتغير حال البنية التحتية إلى الأفضل ويتم تقريب بعض الخدمات الإدارية إليهم مريم عبد الرحمن ترصد أهم الانتظارات في هذا الروبرتاج مرافق مختلفة يشكو متساكنوا معتمدية سوسة الرياض من غيابها في عماداتهم الخمس تقرب لهم شؤونهم الإدارية وتحسن من نوعية الخدمات المزدات لهم ويعلق متساكنوا معتمدية سوسة الرياض أمالا كبيرا في تحقيق انتظاراتهم من المجلس المحلي المرتقب نحن نحسنونها في البنية التحتية والحازة البنية التحتية متاعنا ميشية جملة يهتموا بالمطالب متاع المواطنين ثانيا خاطر برشا مطالب هنا وهمش قاعد يتلفتون لهم جملة خاطر برشا عباد تسكي برشا عباد قاعدة فهم برشا مشاكل يصيرهم وهمش لاهين بيعهم إن شاء الله اللي بشي شدة ذا نطلب منه يهتم بالمواطنين اللي بالرسمي في حاجتكم لهنا بني التحتية فهم برشا كايسات فهم الماء في حمام معروفة يعني أنه الماء ما نسكنه في سوسة في حاجة رياض يعني أنها موجودة الماء موجودة ذا غادي انتي مفهماش برشا كايسات نخصة وللإشارة فأن معتمدية سوسة الرياض تضم سبعة عشر مترشحا للمجالس المحلية بخمس دوائر انتخابية ترجمة نانسي قنقر